اشتركوا في القناة التي يجب أن نعمل بها وأن ما جاء به من الله سبحانه وتعالى هو الحق فأولا الإيمان بالله وبالرسول الشيء الثاني اتباع الرسول هناك ناس يؤمن بالله والرسول لكن لا يتبعه عملا في مسائل العقائد في مسائل الأحكام هذا مشكلة إذا في مسائل العقائد انحرف قد يدخل في زمرة الكفار وإذا في الفروع انحرف لم يتبع عصى الله سبحانه وتعالى فهذا يكون من زمرة العصات وإذا الله لم يغفر له يكون من أهل النار إلا أن يغفر الله سبحانه وتعالى له هذا الثاني الأول كان الإيمان بالله والرسول الشيء الثاني اتباع الرسول طبعا اتباع الرسول هو اتباع الله سبحانه وتعالى من يضع الرسول فقد أطاع الله والشيء الثالث التصديق باللسان وبالقلب الفرق بين المنافق والمؤمن شنو هو المنافق أيضا يذهب إلى الصلاة ولو بكسل وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا الفرق هو أنه المنافق بقلبه لم يصدق لم يعقد قلبه لم يذعن أما المؤمن صدق وأذعن